مرحبا الله وبركاته حلقة أخرى من بنامج حقيقة الأمراض في هذه الحلقة نتكلم عن جرتومة المعدة الهيليكوباكتير بايلوري هذه الجرتومة اللولبية عند شكل لولبي لماذا؟ لأنها تتحرك بطريقة لولبية وعند حركة قوية جدا هذه الباكتيريا التي على هذا الشكل تتحرك كثير هذه الباكتيريا تصيب المعدة لماذا؟ لأنها تفرز أنزيم بروتياز وهذا الأنزيم هو الذي تحلل به نسيج المعدة وتحدث بعد التقب في المعدة وهذه الجروح أو التقب لما يصيلها شيء حامد لما يكون الأكل يصيلها شيء حامد فيحس الشخص بحرق بألم شديد في المعدة وهناك حالات لا تصل إلى الألم لكن تكون عندها هذه الباكتيريا بشكل مرتفع بتركيز مرتفع وهي الباكتيريا الوحيدة التي تسبب سرطان بعد مدة طويلة سرطان المعدة تتسبب في سرطان المعدة إذا لم يتم علاجها بعد سبعة وعشر سنوات فربما تحدث سرطان المعدة لأنها تؤرق المعدة كثيرا هذه الباكتيريا يجب أن لا تجد الظروف البيئية التي تجعلها تتكاتر وتعيش بسلام فمن جملة الأشياء فيجب على الأشخاص المصابين بهذه الجورتما أن يوقفوا المواد التي تهضم في وقت طويل لأن كلما بقي الأكل في المعدة لمدة طويلة كلما انتعشت هذه الباكتيريا طبعا ونتكلم عن اللحوم فاللحوم تستغرق مدة طويلة من 3 إلى 5 ساعات على حسب قوة الشخص وعلى حسب تركيز البيبسين الموجود في المعدة وعلى حسب حموضة المعدة ثم على حسب هذه اللحوم مش لوحدها أو مخلوطة بعد مع الأشياء أخرى التي كذلك تعطل الهضم ثم إذا شرب الشخص بعد السوائل يعني بعد اللحم فسيتعطل هذا الهضم لماذا؟ لأن هذا التركيز سيترشح سيترشح ثم هذه الأنظمات لا تصل إلى هذا اللحم ويتعطل فمن الأحسن أن يتفادى الناس يعني أن يتجنبوا المواد التي تبقى لمدة طويلة في المعدة وهي الألبان واللحوم لما أقول لحوم فهو الدجاج والديك الرومي والغنم والبقر والمعز وكل أنواع اللحوم يعني كلمة لحم بالنسبة لي فهي جميع اللحوم يعني هناك من يتكلم عن لحوم حمراء الذي يتكلم عن لحوم حمراء لا زال يعيش في الستينيات والخمسينيات ليس هناك لحوم حمراء ولحوم بيضاء هناك لحوم يعني دواجين وحيوانات فيجب أن يتجنب اللحوم ويتجنب الأجبان لأن هذه المأكلات يعني تبقى لمدة طويلة في المعدة وأن يكون تغذيته نباتية تقريبا بـ 95 إلى 97% تغذية نباتية وأن يكون زيت الزيتون طبخ عادي تحتنا على نار هادئة وأن لا يكون مقليات وأن لا يكون حلويات مخلوطة مع بروتينات يجب أن لا يكون النظام في حلويات أشياء حلوة سكريات مخلوطة مع أشياء داسمة لماذا؟ لأن هذه الأشياء تحدث تلخبط في الهضم وتحدث تخمرات داخل المعدة التي تزيد من حدة هذه البكتيريا ثم أن يكون الأكل خفيف ونباتي وبسيط وسهل الهضم ثم لا بأس أن تكون هناك وجبات متعددة لا بأس تكون وجبات صغيرة متعددة لا بأس يعني ليس هناك مشكلة الأشياء التي تحدث من هذه البكتيريا هو النظام النباتي الأشياء التي تحدث من هذه البكتيريا وتجنب اللحوم والألبان الأشياء التي تحدث من هذه البكتيريا ممنوع البراصيسد فود ممنوع المواد المصنعة لأن هناك مضافات غذائية هناك مضافات غذائية وهناك كيمويات تزيد تؤجج هذه البكتيريا فمن الأحسن أن يتجنب الشخص جميع المواد المصنعة من نقانق ومن أجبان ومن زيوت وحلويات وبسكاويتات والآيس كريم هذه القشتات كلها ممنوعة على أصحاب هذه البكتيريا يجب أن يأكل طبخ المنزل وأن يقتنوا أشياء طبيعية وشخص إذا أحسب الجوع من الأحسن أن يأكل فواكه فواكه جافة أو فواكه طرية يعني عوض ما يشتري بسكاويتة أو شوكولاتة أو أي شيء يعني يأخذ فواكه أو يأخذ يعني صلاة الخضر أو أشياء هكذا يكون أحسن ثم هذه البكتيريا يعني تضيق من زيت الزيتون لأن فيه مضادة للأكساداء وتضيق هذه البكتيريا كذلك يعني وتضيق كذلك من بعض التوابيل منها زنجبيل من خلنجان ومن كركم ومنها حتى يعني زعفران من أشياء هذه هذه كذلك تضيق على هذه البكتيريا ثم بعد الأشياء الموجودة في الطبيعة والأشياء المرأة يعني أشياء المرأة لفيها بوليفينولات وفيها فلافينويدات مثل الزيتون الطازج هذا الزيتون مشيل متخمر لزيتون عادي وزيت الزيتون ثم خرشوف ثم خضر كلها جيدة خضر كلها جيدة يعني لهذه شربة خضر أو صلاطة خضر جيد لهذه الأشياء التي يعني تؤجج هذه البكتيريا هي اللحوم المدخنة الإخوان لدينا الذين يعيشوا في أمريكا وفي أوروبا أن يتجنبوا النقانق اللحوم المدخنة النقانق وحتى الأسماك الدول الإسكندنافية فيها أسماك مدخنة يعني أن يتجنبوا جميع اللحوم وتجنيعا جميع البراصيس يدفوضوا عنه ولهذه اللحوم المصنعة اللحوم المصنعة هي تشجع هذه البكتيريا من الأحسن يعني أن لا يغسل الناس أسنانهم بهذه معجول الأسنان فيه الفليورايد من الأحسن أن يشتروا معجول الأسنان فيه فليورايد أو أن يغسلوا الفام ببعض الأشياء الطبيعية مثل القرفة مثل يعني أوراق زيتون مثل أشياء هكذا مثل الزعتر يعني يغلوا الزعتر ويمضمضوا به يغسلوا الفام بأشياء طبيعية وأن يتجنبوا هذه لماذا؟ لأن الفليورايد هذا معجول الأسنان ربما الفليورايد يتصرب إلى المعيدة والفليورايد هو يؤجج هذه البكتيريا كذلك ماء الصنبور أن يتجنب الناس ماء الصنبور وأن يشربوا مياه معدنية أو مياه مفلترة أو يعني مياه مقطرة إذا كان ممكن لا بأس أو حتى في البوادي مثلا هناك عيون وأبار إذا كانت هذه المياه يعني لا تعالج بالكلورايد بالكلورايد بالكلور الغاز الكلورايد بالكلورايد مع الأسف الآن معمم الآن في العالم التي يعني تعالج بها المياه ولكن المياه غير معالجة بالكلورايد مياه كذلك غير محتوية على الفليورايد ثم الملح أن ينقص الناس من الملح والملح التي تستعمل في النقانق هذه الملح المخلوط بالنيترات الصالباتر في أوروبا يسميه الصالباتر هذا الملح يعني الملح المطبخ مخلوط بالنيترات هو الذي يستعمل في النقانق فهذا يشجع ويجعل هذه البكتيريا تهيج يعني بقوة هذا النظام النباتي نظام بزيت الزيتون نظام بطبخ المنزل نظام جيد نظام فيه توابل جيدة فيه أشياء كلها هذه جيدة بعد المنتوجات كذلك تضيق على هذه البكتيريا المنتوجات يعني تضيق على هذه البكتيريا لمنها شهد النحل منها أكبر بروبوليس إخوان لأننا في أمريكا وفي أوروبا لعلي البكتيريا هذه من الهليكوباكتير باليبالوري الآن موجودة في إفريقيا وفي آسيا وفي كل الدول ولكن إخواننا في أمريكا وأوروبا عندهم يعني حتى دول الخليج هذه الجالية المغاربية في دول الخليج كذلك عندهم هذا أكبر نحل هذه بروبوليس فهذا البربوليس هو يباع كابسولات يعني يرباع كابسولات في اليوم مع هذا النظام النباتي الذي تكلمنا عنه إن شاء الله يكون خير إنما ممنوع منعا كل الأشياء الباردة التي تخرج من التلاج مياه أو أي شيء بارد ممنوع الأشياء الباردة لأن هذه الأشياء الباردة هي تتعطل في المعدة حتى تصل إلى درجة 36 والأغذية التي تتعطل في المعدة الأغذية التي تشجع هذه البكتيريا يجب أن يشرب المعدة فيه وأن تكون هناك أشياء بسيطة وأشياء نباتية وإن شاء الله ليس هناك مشكلة ثم يجب أن يباعد الناس هذه الوجبات وأن لا يأكلوا ليلا من الأحسن أن لا يأكلوا ليلا لأن هذه الوجبات الليلية هي التي تزيد يعني في مشكلة هذه البكتيريا وأن لا يأكلوا في حالة قلق أعيدها ثلاث مرات الأشخاص اللي عندهم الهيليكوباكتير بيلوري يعني هذه يعدهم بكتيريا المعدة ممنوع عليهم لأكل أثناء الضجر أثناء القلق يكون شخص موتر ومقلق ممنوع الأكل يجب أن ينتظر حتى يهدأ ويعني الأعصاب تكون جيدة ثم يأكل براحته يعني ما عندنا مشكلة هذه البكتيريا كذلك بعض الأدوية كذلك تؤججها هناك أشخاص يتناولون مثلا بعد الأقراص ضد آلم الرأس أو ضد بعض الآلم الأخرى وهذه الأدوية تزيد في الهيليكوباكتير بيلوري لأنه من جملة الأشياء التي جعلت الهيليكوباكتير بيلوري يعني يستعمر هذا المعدة ويكون بهذا الشكل في العالم هو الأدوية استعمال يعني كثرة استعمال الأدوية كذلك من الأسباب التي تجعل هذه البكتيريا تنتعش ويعني تتكاتر وتتمثل ثم يجب أن لا يخاف الناس من هذه البكتيريا ولا بأس الشخص أن يصبر شيئا ما على الألم عوض أن يتناول دواء من أجل الألم أن يصبر على هذا الألم يكون أحسن لأن هناك أشخاص لا يصبرون على هذا الألم ثم يتناولون أدوية وهذه الأدوية إما تعطي أمراض أخرى وإما تزيد في عمر يعني هذه البكتيريا فقط هذه الأشياء لأن هناك أشخاص الآن يتصلون وبكترة وبقوة أنهم استعملوا العلاج الذي يشمل ثلاث أدوية لمدة ثلاث أشهر وبقية هذه البكتيريا ومنهم من يقول بأنها زادت ومنهم من يقول بأنها انداترت ثم راجعت ورجعت بقوة إلى آخرين فليكن هذه المعلومات التي أعطينا لنحن لا نتدخل في العلاجات الطبية نحن نتكلم عن نمط العيش الذي يريح الناس وعلاقة نمط العيش بهذه الأغذية هذه البكتيريا أسبابها هي الجنك فود الفاست فود هي المقلية هي الحلوية هي كترة الأدوية هي الأكل في حالة الدجرة هي الأكل في الليل هي خلط المأكلات وهي الأكل بكترة هذه هي الأسباب التي تؤدي إلى انتعاش هذه البكتيريا ما هي البكتيريا كانت موجودة مع الإنسان خلقت منذ أن خلق الله يعني الإنسان على الأرض ولكنها الآن بدأت تظهر بشكل بشيع وبشكل قوي جدا لماذا؟ لأننا مطلعيش تغير ولأن الأشياء التي نأكلها أصبحت يعني لا تعريف المعدة كيف تتعامل معها فربما بعض الأشياء تؤججها من المضافات الغذائية من بعض السكريات الكيموية مثل الأسبارطام ومثل هذه الأشياء التي يتناول لذلك منعناها على الناس جميع المواد المصنعة باش نبقاش عدنا شك باش نبقاش عدنا جميع المواد الصناعة ممنوعة على البكتيريا المذيئة معيدة فقط طبخ المنزل الأشياء التي يشترونها من السوق ثم أن يكون وجبات خفيفة وسهلة وأن يمتنعوا عن الأكل في الليل وأثناء الضجر ما عدنا معدناش مشكلة يعني هذه الأشياء التي تكلمت عليها هي تساعد شيئا ما هي توريح يعني ونظام وليس خلطة نظام يعني الأكل الذي يعني يضيق على هذه البكتيريا يعني حتى بعد الفواكه لما تؤكل يعني بهذا المذاق المر مثل الرمان مثلا يعني شو يحمل الرمان الرمان يؤكل بشحمه مثل الصفرجل مثلا يؤكل طازج يطحن مع الماء ويؤكل طازج مثل بعد هذا الخرشوف كذلك يغلل خضرة الخرشوف على شكل شربة أو يؤكل هكذا منها الزيتون حبوب الزيتون وأوراق الزيتون كذلك يعني شاي أوراق زيتون يعني هذه الأشياء كلها جيدة هي ليست خلطات وكالناس كانوا يعملون هذه الأشياء يعني حتى مشروب الزعتر يعني شاي الزعتر أو شاي أوراق الزيتون أو شاي أوراق سنوبر أو شاي أوراق الرمان أو يعني شراب الزنجبيل أو شراب الخلنجان أو شراب الزعفران شاي الزعفران كذلك هذه كلها أشياء جيدة هذه ليست خلطات هذه أشياء داخلة في نماط عيش الإنسان ونمات بالنظام الغداء إن شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته